سلام انتمنى تكونوا على اخر وباخير هادنا ان شاء الله غانشارك معاكم الحريرة ديالي اللي كان دير ديما كماشتوا معايا راني درت البصلة وجدرت الكرافص وبقاوا معايا حتى التالير انا غانديروا واحد لقاطو ومولوا شو كل اللي كيجيته هو ساهل غانشاركو ان شاء الله معاكم ممكن ما كتشوفوا درت الحمص درت ماطيشا درنا البصلة تكون غير صغيرة باش ما تكون الحريرة حلوة بتزاف درت جدرت الكرافص تاو منو شوية كيعطي للدازوي وانا بلست الكرافص درنا السكين جبير البزار درنا البزار درت شوية سكين جبيري اللي بغيتو ما غدش مشيد عروري درنا الخرقهم والماء ومعايا لقاك كبيرة ديالزيت البلدية وهنا كيما غاتشوفوا معايا قطعت القصب ورون معايا النوس الكافة في مرة ماشي اقطعت في انا نقطع في الول ونعاود نقطع في التالي يعني غاناحتش شوية في الول وشوية في التالي نقطعه في مرة باش ما نبقاش اه كل مرة نعاود نفس الطريقة في مرة كنجيبوه وكنقها وكنقطعوه ولاخو كيما نشتر ارشتو بالملحاء وخليتو نديرو من بعد على ما طيب لي الحريرة ويمكن نسدع لها الحريرة ممكن نديرش لما بزاف اللول كيما كيما شتو ما مديرش لما بزاف ديرا غيشوية على مكان نغطي هذيك الحمص اللي عندي وكان لما كتاب ليه ما طيش هم زيان وحتى الحمص هناك يطيب ضغياء احنا عنا هنا الحمص في فرنسا ضغي كتاب وخانجيبوه من المغرب راك يطيب ضغياء وكل المد هناك يطيب ماشي بحال في المغرب كي ياخد الوقت بزاف هنا ضغي كتاب كان جميع مطشة ديالي كاملة وكان دير المدابة الكافي اللي غان يخصني ندير الحريرة وده بك هنرجع باش غانطحن تحين دارووري الحريرة كتب عرفوا رقصات تحين درت كاس ديال المامل تحت وغاندير ربعا معالق دير الطحن من الفق والطحن كلها تحين وشنو كاش تحين تقدر ندير ربعا قدر ندير خمسة وقدرتها لستة المعالق هاد الطحن هادم ومدرت انا ربعا الى كفك يبغيها الى كالك يبغيها تكون شي قاسحها وكالك يبغي تكون خفيفة انا كان لدي ربعا احتى لخمسة ديال المعالق على حسب الطحن وكان نرش بشو هذه الملحات الطحن وكان نطحنه كان نطحنه مزيان يعني اذا قدرونوا معايا واني من بعد ما نصفيه مواله واني من طحن سأخوه في الطاوة يعني نطحونه مزيان طبعا بعد الطاوة دي اللي ما سخنت مزيان يعني خسك تكون تخليوها تسخن مزيان ولسي انو الطحين غير يلسق لكم في الطاوة ويعطيكم واحد نسمة بحال الحروق هي بحال واحد اللي يد كتخلط واحد اللي يد كتخوي كم قاتشفوا معايا ما يمكن نحاول نفسر لكم الناس اللي بغيين عادي يجربوها ولا اللي كيديروها وكتجوم واحد نسمة بتدل فيها بانا الطحين كيكون محروق من التحت يعني الطحان ما تخلوه يتحرق كما كتخو في اللول الطاوة تكون شخولا زيان وكتخلطوك تخلطو مهم حتى كا الطيب لانا الطحين كتك تحسوب الطحان دي اللي نبدَ كي يطيب عاد كنديرو ما طاشا ما طاشا تحنتها فطرر بحالة تحنت الطحان في اللول كيماشتون عايا ودبا بعد مما كان ندير مطاشا كاملة دبا كنو ادير مطاشا بحال هذه كيف تحصل لديك اللون اللي بغيت تكون أنا حمرة وماشي حامضة ما كتعجبني شديك الحامضة اللون يكون حمر ولكن اللقو ما يكونش حامض هادي اللي وريت لكم هادي اللي وريت لكم من الصراحة كتجي الحرية دي لها فنة ما كتتحمضهاش وكتجي زويرنا مهم بعد ما غطت على الحريرة سكندرورو تغطيوها الحريرة من الفوق ما تكونوك طيبة ما تدوها شغي غطيو علي وخليوها من نفسها من واحد القنط باش ما تحرقش ليكم جبت الحمصة والشعرية جوج معالق جوج معالق غصلتهم وقدرتهم تهوما وحركت هيت شعرية اللي درتوها وما حركت وش كنتلسق ليكم حركت مزيان ودابا كنجبدايك القصبور اللي خلي تقبيله من النوس تهوما كان زيدهم كنجدهم دابا وكنخليها شوية طيبة يعني اي حاجة درناها كنحركو وكنخليوها طيبة والبوتان تكون قليلة باش الحريرة دي لكم ما تلتقش وما تحرق لكم مش ملتحت نقشو عليها وخليوها طيبة على خطرها من باش كتعرفو الحريرة طيبة راني وريت لكم هنا كتهبط يعني الحريرة كانت في اللول كانت طلعتها الفوق دابا هبطت ما بقتش كيما كانت في اللول ودي حررتنا طابت ودابا كنقدم عليكم بصحة وراحة ونتمنى لما كدشت طريقة هذه الدراع يعني اسهل طريقة الحريرة وكتجي صراحة زويونا والخصوص فهذا البرد راهية اللي كان نديروه قريبا يوميا يعني في الليل يوميا نخصنا الحريرة ودابا بغيت ندوز ندوز معاكم نشارك معاكم واحد دي سير اللي كيجي ساهل وتقدروا تديروه اي وقت بغيتو مول وشوكولة قدرنا مائتين قرام ديل زبدة مائتين قرام ديل شوكولة كندوبوهم ما تديرو حمام مريم ما تديروه في ميكخوند اي طريقة انتو ما كتجيكم ساهلة تقديرو تديرو فيهم يعني دوبوهم هكا كتخلطوهم وكتدوبوهم ساهل بحالة طريقة بحالكا كما كتشوفو حتى يدوب مزيان كنبقى نحس بزبدة ولا بشكلات وكنزيد سكار سانيدة سانيدة عندي هنا مائة وثلاثين تقدروا توصلوها حتى المائتين عليكو واحد بقود يالوكين انا مائة وثلاثين مباركة عليها اي حساب السكار حديرها سانيدة انا غجيكم بحالة متحونة بزاف انا وليت اطحنتها حتى انا عندي كان عندي غي سكار وليت اطحنته ورددو سانيدة باش خدمت بان مسجلات انجتها حتى يدوب تنزيد البيض الزلاثين ثانية 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 30 غرام يعني يبغي تديرو 20-30 غرام لا حسن ما تديروش بزاف الطحان ومولوش شوكولارا ما كنبغيش الطحان مهم يبقى نغربل بحلاكة وكننخلط نغربلو وكننخلط ما ما كنجيوش ونخبوه بالطحان فمرة نغربلو بشوية وكنخلط وده بقى انا الفرام نريش عالته على مياتين حرارة يعني كغس يكون مشحول وصخون مزيان وده بغا نجيب هادو اللي عندو بحلاكة اللي ما عندو شو عندو دك كيكونو طويسات غي صغيرين كدهنوهم بزبدا وطحن وطحو فيهم زوما كيجو زويونين ما ما نحاول انا نخوي دك شي كامل كما تشفو وما تعمرو مش بزاف حتي كتنفحو ديرو غين نص تحال اكا كما تشوفو صراحة ديسير كيجي صراحة زويون انا كيعجبني وده دريك يعجبهم وكيجيني ساهل ما كياخدش الوقت بززاف لف باش تقموه ولف في الفردان يعني ما كياخدش الوقت بززاف ودغيك يوجد اوزويون هكتكا نعمرهم كاملين كما كتلوم كندير فمغين نصنص بحلاكة وده بغا عن تخلو من الفردان على ثمانية دقائق بغايتهم يكونو شوية لفردان جاريين يعني جارية من الداخل يعني لكي من الداخل خليو تمانية دقائق بغيتهم يكون شوية قاسح كما انا خليتو شوية قاسح دريكي بغش يكون جاري بززاف خليتو تسعوية دقائق حتى العشرة دقائق يعني انتو موشنو انا دريكي بغش يكون جاري بززاف اشتركوا في القناة 8 دقائق 10 دقائق